Introduction about Coagulation Factor Deficiency مقدمة في نقص عوامل التجلط تجلط الدم هو عملية تبدأ على الفور عندما تؤدي إصابة الوعاء الدموي إلى تلف طبقة الاندوثيليم وهو الغشاء المبطن لجدار الوعاء الدموي وهذا ينطوي على العديد من عوامل التخثر والتي ينتجها الكبد والأوعية الدموية حيث يتم تقليل كل عامل تجلط باختبار واحد أو أكثر عوامل التجلط هي بروتينات تدور في الدم وهي ضرورية لتكوين جلطة الدم بشكل صحيح فعندما ينزف الشخص على سبيل المثال مع إصابة ما يتم تنشيط نظام التخثر وتحدث بعض التغيرات في الصفائح الدموية وأحد بروتينات البلازمة وهو الفيبرينوجين الذي يمثل أحد عوامل تجلط الدم حيث تعمل العديد من عوامل التجلط على سطح الصفائح النشطة هذه ضمن سلسلة من التفاعلات الكيميائية المعقدة التي تدعى بسلسلة التخثر لتجلط جلطة الفيبرين وتعمل الجلطة عمل الغطاء لوقف النزيف والنتيجة النهائية هي تكوين خيوط ليفية غير قابلة للذوبان ترتبط معا في موقع الإصابة حيث تستجيب البروتينات الموجودة في بلازمة الدم والتي تعرف بعوامل التجلط وتتفاعل في صورة شلال معقد لتشكل خيوط الفيبرين التي تقوي السدادة التي كونتها الصفائح الدموية نشاط عوامل التخثر الطبيعي عادة ما يعني وظيفة تخثر طبيعية والنشاط المنخفض لعامل تخثر واحد أو أكثر يعني عادة ضعف القدرة على التخثر يجب أن يكون كل عامل تخثر موجوداً بكمية كافية حتى يحدث تجلط طبيعي وعندما تكون مستويات عوامل التخثر هذه منخفضة يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل تخثر الدم مما يؤدي إلى نوبات نزيف غير مبررة هناك بعض الأمراض التي تسبب نقصاً في عوامل تجلط الدم مثل تشمع الكبد وتليف الكبد إذ يعاني هؤلاء الأشخاص من النزيف الشديد كما يؤدي نقص فيتامين كي اللازم لصنع عوامل تجلط الدم إلى نقص هذه العوامل مما يسبب النزيف أيضاً لدى هؤلاء الأشخاص العلامات والأعراض الشخص الذي يعاني من نقص عوامل تخثر الدم قد تظهر عليه بعض الأعراض مثل النزف عند الإصابة الكدم بسهولة من صدمة طفيفة آلم وتابس في العظام والمفاصل نزيف الأنف المتكرر واللفة أخيراً يجب عمل اختبار لفحص عوامل تجلط الدم حيث يعمل هذا الفحص على إحصاء عدد عوامل التجلط في دم الإنسان ووظيفتها أيضاً بحيث يتم فحص كل عامل من عوامل التجلط على حدة حيث إنه إذا كان أي من عوامل التجلط مفقودة أو بها عيوب فهذا سيؤدي إلى حدوث نزيف بشكل حاد بعد أي إصابة